طقس بارد وغائم وماطر ودرجات حرارة أبرد من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت العام والمنخفض الجوي يبتعد يوم الثلاثاء بمشيئة الله عن أجواء المملكة وتفاصيل الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من آريم لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقس العرب أسعد الله مساءكم تأثرت المملكة بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة وهطلت الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى خلال ساعات النهار من اليوم وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية متوقع مع ساعات يوم الغد بمشيئة الله أن تتسع رقعة الأمطار لتصل إلى مناطق من شرق المملكة وأيضاً إلى بعض المناطق الجنوبية من المملكة وتشتد غزارة الأمطار إن شاء الله على المناطق المتوسطة تحديداً وترتفع خطورة تشكل السيول في المناطق المتوسطة خلال ساعات نهار يوم الثنين كما نشاهد هنا رقعة الأمطار تتسع بشكل واضح خلال ساعات النهار إلى أن تبدأ هذه فرص الأمطار بالتراجع تدريجياً مع ساعات الصباح وساعات بعض الظهر من يوم الثلاثة هذه الليلة الأجواء في العاصمة عمان ماطرة مع حدوث العواصف الرعدية درجة الحرارة تصل إلى 7 درجات أجواء باردة في العاصمة عمان وسرعة الرياح تصل إلى 20 كم في الساعة وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الثنين 11 إلى 8 درجات الأجواء ماطرة نهاراً ثلاثاء تبقى الأجواء فرص الأمطار هناك في العاصمة عمان من 13 إلى 7 وأخيراً يوم الأربعاء ترتفع درجات الحرارة وتستقر الأجواء في العاصمة عمان لتصل إلى 16 درجة مئوية و10 درجات في ساعات الليل ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالاً من أربد فرص الأمطار من 14 إلى 11 في المفرق 13 إلى 8 في جرش 14 إلى 11 وفي عجلون من 12 إلى 10 درجات مئوية في العاصمة عمان 11 إلى 8 درجات مع أمطار قد تكون غزيرة في الزرقاء 14 إلى 10 بلقاء 12 إلى 8 في معدبة 11 إلى 9 وفي البحر الميت من 20 إلى 16 درجة مئوية في الكرك 11 إلى 9 في الطفيلة 9 إلى 7 رياح نشطة في جبال الشرى مع أمطار من 7 إلى 6 درجات في معان من 11 إلى 8 وفي العقبة من 20 إلى 15 درجة مئوية مع غيوم متفرقة أخيراً رويشد من 14 إلى 7 مع أمطار فاوي كذلك الأمر 15 إلى 7 وأخيراً في الأزرق من 16 إلى 8 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب إلى أن نلتقي في نشرات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الباطون الرغوي للعزل الحراري من أيريام لفارج باطون الأردن تمويلكم مختبرات ميد لابز 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر